مجدة زوجة وام عايشة في حالة من الضغط بسبب شكوكها ان جوزة بيخونها طول النهار ما بتعملش اي حاجة غير انها تدور ورا جوزها علشان تلاقي اي دليل على خيانته تقف ورا الحيطة علشان تحاول تسمع اي صوت وبتراجع التريفونات اللي جوزة عملها في غيابها مهملة في البيت وملهاش نفس تعمل اي حاجة وطبعا ضغطها ده مطلعة مشاكل مع كل اللي حواليها وطبعا اولهم الزوج والمشاكل اللي بينهم بيسمحها الجيران الجيران اللي بيقولوا عليها مجنونة وان جوزها محترم وهي مش عارفة امته واي حاجة تحصل لحد فيهم زي عجلة العربية لما تخرب يتهموها ان هي اللي عملت كده لان هم شايفينها واحدة مش قادرة تتحكم في اعصابها ومش الجيران بس هم اللي شايفينها كده كمان عندها مشاكل مع علتها جوز اختها مختلف معيها ما بتكلمهوش من سنة رغم من الحق معيها لكن طبعا ده متضاف على ملف عصبيتها وسق معاملتها مع اللي حواليها روحي بنت مخطوبة وبتحضر نفسها للجواز في نفس الاسبوع وعلشان تشتري الحاجات اللي عايزيها بتساعد خطبها وتشتغل عاملة نظافة في مكتب وفي اليوم ده كان شغلها في بيت مجدة ومرتدة لما دخلت لقيت مرتدة عصبي جدا من تصرفات زوجته طبعا اخدت بالها للبيت مهرجل جدا وفيه ازاز مكسور وفي قضة النوم مرتدة اتصل بمجدة بيسألها ليه وقدة تليفوني معاكي قال لها ان هو رايح الشغل ومحتاجه مجدة لما وصلت على البيت اول حاجة اعترضت ان هو جاب عاملة نظافة تساعدها قالت له ليه عملت كده انا مش عايزة حد معايا قالت له كمان ان انا حجيب زوجة الحارس حتطلع تنظف للبيت مرتدة قال لها بقى لكام يوم بتقولي كده وما فيش حد بيجي والبيت بقى صعب حد يعيش فيه مجدة فعلا عصبية جدا وزاد عصبيتها لما عرفت ان هو نازل الشغل دلوقتي قالت له ليه نازل وإحنا رايحين اجازة بكرة ولما قال لها اتصلوا بيا ولازم اروح اخلص حاجات قبل السفر اتعصبت اكتر مش كده وبس كمان هددته لو نزلت دلوقتي انا مش حسافر معاك بكرة وقفته وطلبت منه ان هم يتكلموا ولما قال لها ان هو مستعجل وكفاء اللي حصل اتهمته ان هو بيتهرب منها علشان فعلا بيخونها وهي كشفته مرتضى واقف قدامها ومش عايز فضايح وسط الجرين طلب منها انها تهدى بيفاهمها اللي بتعمله ده غلط وما فيش اي وجود للشكوك اللي في دماغها مجدى بعد ما جوزها ما ميشي طلبت من عاملة النظافة انها تمشي دلوقتي اديت لها حسابها كامل وخلتها تروح البنت لما نزلت هي جريت وراها سألتها لو في حد اتصل بجوزها وهي تحت البنت قالت لها كان بيتكلم في التيفون لما نجيل لكن معرفش بيتكلم مع مين الزوجة نار الشك جوها من الجارة المطلقة اللي فتح شقتها صالون تجميل طلبت من البنت انها تتصل بيها وتحجز معاد كأنها زبونة عايزة تنظف وشها المعادة نفس المعادة اللي جوزها حدده علشان عنده شغل فيه سيمين صاحبة صالون التجميل قالت لها المعادة هيكون عندي شغل وطلبت منها تيجي كمان نص ساعة في الوقت ده وصلت اخت مجدى مش عجبها خالص اللي هي بتعمله قالت لها ان انت مهملة في نفسك وفي بيتك وفي جوزك وكل ده عشان ايه جوزك انسان محترم وكلنا عارفين كده طلبت منها تطلع الشكوك اللي في دماغها وتعيش حياتها طبيعي مجدى عيطت قالت لها ان هو بيجي كل يوم ورحته نفس ريحة اللي بتحطها جارتنا اختها بتبصيها ومش بصدقها قالت لها ارحمي نفسك من الاوهام دي جوزك مخلص وانتي بتعذبي نفسك وبتعذبي معايكي في الوقت ده دخلت روحي عند اسمين ولما تكلمت معاها لقيتها انسانة محترمة جدا وعاقلة كمان عرفت ان عليها ضغط من السكان عايزين يمشوها علشان فتح صالون تجميل البنت قالت لها عارفة مين اللي وراهم اكيد الست اللي قدامك قالت لها كمان دي مجنونة وبتشك في كل اللي حواليها وكمان بوزت عجل عربية تجارتهم علشان كانت ركنا قدام العمارة سيمين ضحكت وقالت لها انها ما تعرفهاش وان هي معرفتها بالسكان بسيطة جدا قالت لها كمان ان هي عايشة في حالها لما رجعت روحي مجدى طلبت منها انها تجيب ابنها من المدرسة قالت لها حد خل نام ممنوع حد يفتح القوضة علي مجدى ما دخلتش تنام ولا حاجة نزلت رحت قدام شغل جزة علشان ترقبه كانت عايزة تعرف اذا كان في الشغل فعلا ولا بيقابل عشقته جزة اللي كان في الشغل ساعتها وشافها من الشباك نزل لعندها وكان عصبي جدا ضربها بمنطق القصو فسط الشارع كان شايف اللي بتعمله ده جنون فضحته في البيت وكمان جاية تفضحه في الشغل مجدى وهي رجع كانت بتعاية ومنهارة مرتضى كان ندمان ان هو ضربها بالشكل ده لكن شايف ان تصرفاتها بقت لا تحتمل رجعت على البيت قررت تاخد ابنها وتمشي بعد ما جزة ضربها في الوقت ده وصل جزء اختها بيصلح الامور معايها علشان هم مسافرين لكن لما دخل لقاها بتضرب ابنها منطق العنف عشان مش عايز يسيب البيت ويمشي معايها حاول يهديها وقال لها الامور ما بتتحلش بالمنظر ده في الوقت ده دخل جزها وطلب من احمد ان هو يمشي قاله ان هو يحل المشكلة بينه وبينها مرتضى فعلا كان عايز ينهي المشكلة مع زوجته اعتذر ليها ان هو ضربها قال لها انت اللي وصلتيني للوضع اللي احنا فيه ده قال لها كمان ده طبعا مش مبرر ابدا انا مدي ايدي عليكي طلب منها يتكلمه بهدوء وهي تقول كل حاجة جوها علشان يحلوا الموضوع مجدى كانت عصبية جدا قالت له ليه كانت بتتصل هنا جريتنا الصبح وانا مش موجودة قال لها ان البنت عملت النظافة ووصلت الصبح وكان جهازنا متعطل والبنت اضطرت تتصل على جريتنا علشان تفتح لها الباب وفي الوقت ده اتصلت بيه نجارة علشان تتأكد فعلا ان احنا وغدين معاد مع العاملة سألته تاني ليه بتدافع عنها قدام السكان علشان ما يمشهاش من العمارة قال لها ان هي مسكينة وفي حالها ليه كل يقبض ضدها قال لها حطي نفسك مكانها واكيد هتعملي زي واخر حاجة سألته عرفت منين معاد سفرنا حلف ليها ان هو معرفش حاجة عن الموضوع ده في الوقت ده العاملة اتدخلت وقالت لها ان هي كذبت عليها قالت لها ان صاحبة الصالون متعرفش حاجة عن المعاد وان هي شافت التذاكر وعرفت معاد السفر منه وخافت تقول لها كده لحظة تزعق ليه لانها بتلعب في حاجتهم في الوقت ده ماجدة سكتت بعد ما جوزة اكد لها ان هي ظلمته جوزة اللي اكد لها ان كل الشكوك اللي في دماغها غلط قال لها تعالي معانا علشان نروح نتفرج على الاعاب النارية لكن هي رفضت وحتى لما اصر عليها قالت له انها هتجهز نفسها علشان السفر جوزة كان مرتاح ان اخيرا زوجته اتأكدت من عدم خيانته اخذ ابنه والعملة ونزله علشان يروح الحديقة ولما نزله طلب من العاملة تنتظره نص ساعة عشان يجيب حاجات للسفر اخذ العربية وانتظر في مكان مقطوع بعد سوادي دخلت العربية سيمين جارتهم سألته ايه اللي حصل قال لها خلاص الموضوع انتهى قدرت اقنحها ان مفيش حاجة بنا قالت له امراتك لو عرفت ان انت معاهرة هيكون احسن ليها من انت تعيش قصة حب معايا كان عصبي جدا طلب منها ما يتكلموش في الموضوع ده والموضوع خلاص خلص على كده قال لها ان هي هتوحشه جدا لما يسافر وانه هو مش بتخيل ان يوم واحد ما يكونش جنبها في الوقت ده سيمين قالت له ان موضوعهم لازم ينتهي وخاصة انه هو عيسافر مع زوجته يحاول ينساها وهي الحاجة الوحيدة اللي بتسعده وبعد ساعة رجع بعربيته والعملة دخلت العربية شمت ريحة سيمين جواها البنت فهمت على طول ان زوجته كان عندها حق وانه هو فعلا بيخنها فهمت كمان ان ده كله ما كانش شكوك دي حقيقة كانت بتبص عليه مش مصدقة قد يقدر يخضع زوجته ويتكلم كأنه صادق وصل على البيت وطلب من العاملة تفضل تح قال لها اطلع الولد وارجع علشان اوصلت وهي وقفة شافت سيمين كانت طلعة وقربت منها ولما شمت ريحتها تاني في الوقت ده قررت انها تطلع وتقول لزوجته مجدة فتحت لها الباب كانت خلاص حتتكلم لكن في الوقت ده ظهر مرتضة قدامها وهي اضطرت تسكت مرتضة اخدها على تحت علشان يوصلها وفي الطريق سألها كنت عايزة تقول لها ايه لكن البنت سكتت سألها تاني انت عرفتي صح؟ طبعا فهم انها عرفت ان هو بيخون زوجته البنت طلبت منه اللي هو ينزلها علشان خطبها مستنيها رجبت مع خطبها ومشت في طريقهم مشت وسر العيلة كان معيها رجع مرتضة على بيته وعنيه على شباك حبيبته والشباك اللي جنبه شباك قضت مراته الزوجة مجدة سابت سريري الزوجية نعمت جنب ابنها ولما دخل عليها عملت نفسها نايمة لسه جواها شكوك بس ما عندهاش دليل احساس المرأة اللي جواها مش قادر يصدق لكن كانت مضطرة تكمل الزوج الخايد نايم في سرير فاضي بعد ما خام وزرع الشك جوا زوجته الزوج الظالم اللي بيدخل حياته واحدة غير زوجته تحت اي مسمى حب نزوة زهق تغيير رغبة في الستات الحقيقة ان مش من حقك تعيش انانيتك على حساب زوجتك زوجتك بنت الناس اللي كل زنبها انها وصقت فيك مش من حقك تخليها تموت من الشك كل ديقة وانت تبص في عينيها وتقولها ان هي ظلمة مش من حقك تخليها تكره تتنفس تكره تعيش وانت عايش ومبسوط مش من حقك تجذب وتغدع وتشككها في نفسها علشان تبرق نفسك لو خنت اعترف وحقها الوحيد ان هي تختار تعمل ايه ده حقها زي ما انت بتاخد حقوقك هي كمان لها عندك حق الزوجة بنت الناس ابدا ما ترضاش تعيش مهانة وتتخان كل يوم الزوجة يعني كرامة مش اهانة ولا خيانة ليلى بنت عايشة وسط عيلتها خالها ومامتها واخوتها كانت اول مرة تشوف رضا صديق اخوها لما دخل بيتهم في العيد واليوم ده وصلوهم الاتنين نفس المشاعر كان قدرهم يكونوا البعض وفعلا ما فاتش وقت طويل وتجوزت ليلى من رضا كان الحب والتفاهم بينهم بشكل كبير جدا وليلى كانت العروسة المدللة عند عيلة جوزها الولد الوحيد على تلت بنات كانوا صعدة بها جدا وخاصة حمتها الامل ما تتمناش حاجة من الدنيا غير انها تشوف اولاد ابنها الوحيد لكن الامنية دي ما تحققتش بعد مرور شهور من الجواز لاجهوا للدكتورة واللي طلبت فحصاته علشان تعرف مين السبب ليلى في الطريق قالت لجوزها لو لعيب منك انا مش هيفرق معايا لاني بحبك سألته لو مني انا هتعمل ايه رضا جاوبها بنفس اجابتها انه هو سعيد معاها ومش عايز حاجة غيرها لكن طلب منها محدش يعرف حاجة لغاية ما نتيجة التحاليل تطلع واول ما دخلوا البيت تليفونهم رن وكانت مامته الام اللي كلمت ليلى قالت لها مستحيل تكون المشكلة من ابني واني ده ما حصلش قبل كده في العيلة واكيد المشكلة منك انتي وبعد ما قفلت مامته التليفون رن اكتر من مرة وكانوا اخواته البنات الكل مستعجل عايز يعرف ايه الاخبار ليلى رفضت ترد عليهم بعد ما سمعت كلام حمتها فعلا رضا وليلى زوجين سوعدة جدا وبينهم تفاهم نادر بيفهموا بعض حتى من غير ما يتكلموا بنظرة عيونهم ظهرت نتيجة الفحصات وكانت صدمة كبيرة جدا لليلى عندها مشكلة تمنحها من الحمل الدكتورة قالت لها هتاخذي علاج لكن النتيجة مش مضمونة في الوقت ده ليلى نهارت فعلا ما كانتش تتمنى ابدا تسمع الاخبار دي واول ما دخلوا بيتهم هما الاتنين التليفون رن وكانت مامته ليلى قضت ايام طويلة في العلاج اللي مفيش منه امل وعلشان تتأكد كانت بتروح للدكتورة كتير وكمان استسلمت للعلاج الشعبي بس من غير نتيجة رضا اقترح عليها ان هما يتبنوا طفل وهي في دار الايتام حاسة ان الاطفال كلهم اغربة عنها قالت لريضا ان انا حظلمك لما خليك تربي طفل مش من صلبك وانت تقدر تخلف في التجمعات العائلية مامته ما كانش بتتردت ابدا انها تعلن ان المشكلة مش من ابنها قالت لها ان رضا قال لها اكتر من مرة ان هو مش عايز اطفال لكن مامته قالت لها ان الابوة غريزة ورضا ابني بيحب الاطفال جدا من كل قلبه قالت لها لو ده قدرك انت لازم تعيشيه لكن ابني ده مش قدره قالت لها كمان ممكن تعملي عمل صالح اسمحي الجوزك ان هو يتجوز بغيرك علشان يجيب طفل كانت كلمات الام صدمة لها جدا قالت لها لو كانت المشكلة من ابنك كنت قلت كده برضو الام ترجطها انها تسيب رضا يتجوز ليلة ما عندهاش حل تاني غير انها توافق بعد ما فقدت الامل فعلا انها تجيب اطفال لكن رضا ما عجبهش القرار اللي خدته زوجته مع مامته واول ليلة يزعل فعلا من ليلة وما يتكلمش معاها اول ما راجعوا البيت وتاني يوم لما حصل بينهم مناقشة قال لها ان انتوا مفكرتوش في مشاعري قال لها كمان ليه بتسيب اللي حواليك يتدخلوا في حياتك بالشكل ده طول الوقت مستسلمة لما حد بيهاجمك وما بتدفعش عن نفسك وفي اليوم ده عارف منها ان اهلها ما يعرفوش اي حاجة عن السبب الحقيقي وراء تأخر الحمل كانت بتصلي سألت ربنا ليه انا بالذات ما يكونش عندي اطفال وسط العالم ده كله لكن في الاخر ندمت على كلامها وطلبت من ربنا يغفر ليها ضعفها رضا فعلا راح لأهله ووقفهم عند حدهم طلب محدش يتدخل في حياته وانه هو مش فارق مع الاطفال وانه حبه لزوجته عظيم جدا كانت بتحكي لاختها الوحيدة اللي عارفة سرها وكانت سعيدة جدا بجوزها لكن مامته مش ناوية تسقط وراح اطلها البيت قالت لها في يوم الايام حتكتشفي ان جوزك تجوز عليك وعنده اولاد في السر وحيكون الكل عارف الا انتي قالت لها كمان دي طبيعة الرجالة ما يقدروش يعيشوا من غير اولاد والاحسن لك انه هو يتجوز بمعرفتك بدل ما يتجوز من وراكي ويخدعي الام عيطت لها قالت لها لهم كان عندي ابني تاني غير رضا ما كنتش ترجيتك ابدا بعد ما مشت حمتها كانت مواجهة صعبة جدا بين ليلة ورضا قالت له ان جوك اكيد عايز يكون عندك اطفال ولما قال لها ان انا مكتفي بيك انتي بس ما عجبهاش كلامه خالص بالعكس قالت له ان مامتك بتقول انت كده بتحارب قدرك الزوجين حياتهم اتحولت لجحيم فعلا ومشاكل طول الوقت بعد كده ليلة كلمت مامت وقالت لها تدور على العروسة الجزهة ما كانش حد بيساعد الام غير واحدة قريبتهم والكل كان عارف ان الست دي بتدور العروسة الرضا بنوع من الانتقام منه لان الرضا رفض يتجوز بنتها واختار ليلة ورغم راحز البحث عن عروسة شغيلة لكن العلاقة من رضا وليلة كانت بتقوى كل يوم واللي اتنين كانوا بيتحقوا على العرائس اللي قريبة رضا بتجيبهم له انها توعد لوحدها في البيت بياخدها معايا الاقرب مكان كان بيخاف عليها تكون قاعدة في البيت لوحدها في الوقت ده استمر الحال على كده شهور طويلة وكل عروسة رضا بيرفضها كل واحدة بيطلع فيها عيب واحدة طويلة واحدة قسيارة واحدة مغرورة وهكذا وكان حريص جدا يقرب من زوجته اكتر بيحاول يهون عليها اللي بيحصل لكن مامتو ما فقدتش الامل ابدا وده طبعا عامل ازعاج لبابا واللي شايف ان ابنه قناني جدا مستجيب لرغبة مامتو ومش شايف مشاعر زوجته اتهمه ان هو مش شايف زوجته قد ايه بتتقلم كل يوم مع سيرة عروسة جديدة قال له كفاية كده اللي عملته معاها وده قدرك مع زوجتك لازم تعيشه قال له كمان لو كانت المشكلة فيك كان مستحيل ليلى تطلب الطلاق الحقيقة ان مش بابا بس هو اللي ضده اخواته البنات كمان واللي بيحبوا ليلى رفضين ان اخوهم يتجوز واحدة تانية عليها رضا فعلا في ضغط كبير جدا ما بين مامته وحبه لزوجته وبابا واخواته البنات واللي كلهم ضد مامته وطبعا ضد استجابته ليها بحكة انها عايزة تكمل ناس لها وتشوف اولاده وفي يوم الام جابت له عروسة كويسة جدا ورضا قال لي ليلى ان هو يعدي بالعربية من قدامها علشان تشوفها ولو وافقت عليها هو كمان هيوافق ليلى شافت العروسة وارتحت لها جدا قالت له انها بريئة وطيبة كان فيه وعد بين الزوجين ان هو لو تجوزها هتفضل معاه في نفس البيت وكمان هتربي معاه ابنهم الام كانت سعيدة جدا انه اخيرا وافق على العروسة وطبعا مش شايفة حزن ابنها ولا حتى حزن زوجته والكل رفض ينزل يشتري مع رضا خاتم الجواز وليلى نزلت معاه كانت بتنقل الزوجة جديدة خاتم الجواز وفي يوم الزفاة في الصبح رضا اخدها على بيت اهله علشان ما تكونش الوحدة في البيت كان بتبص عليهم وهما بيتجهزوا نفسهم يروحوا البيت العروسة قلبها كان بيتعسر من الحزن ما شافش حزنها غير حماها الوحيد اللي رفض يروح الفرح كانت ليلى مستغربة جدا عن حماتها واللي حتى ما سألتهاش انتي عاملة ايه الحمال اللي ما كانتش شايفة حاجة خالص غير استقبال العروسة جديدة لابنها ليلى رجت على بيتها وجهزت قوضتها للعروسة الجديدة حضرت السرير وشالت كل حاجة لها جوه القوضة ولما رجع رضا علشان يجهز كانت محضراته للغدا بس ما كانش في بينهم اي كلام وده طبعا على غير عادتهم ولما دخل قطه لقى كل حاجة متغيرة وليلى ما جهزة قوضة الضيوف عشان تنام فيها ما فاتش وقت طويل وليلة جهزت جوزها علشان فرحه وصلت العروسة على بيت ليلة ورضا ومعاها اهلها رضا كان متضايق جدا لوجود الناس الكتير دي يوم الزفاف وليلة بترقبهم من فوق وهي في حالة حزن ولما لقيت نفسها غريبة جوه بيتها دخلت القوضة وافرت على نفسها رضا ساب كل الموجودين وطلع ليها ووقف قدامها واعتذر ان هما دخلوا بيتها بالشكل ده لكن ليلة واللي كانت بتعيط قالت له روح لأهل عروسة ولما مشوا الناس ليلة كان بترقب جوزها وهو طالع قطه مع العروسة الجديدة صبرها اللي هنا انتهى وهي كانت فاكرة انها تستحمل وجود جوزها مع غيرها لكن لقيت نفسها مش قادرة تتنفس سابت مفتاح البيت ومن اللحظة دي ما بقاش بيتها جرت على الشارع رضا شافها من الشباك كان حزين جدا عليها في الوقت ده والأول مرة أهلها عرفوا من أختها كل حاجة كانت مامتها منتظرها في الشارع متأكدة انها حتيجي الأم اللي كانت سامع يط بنتها في الشارع وهي جاية أخدتها في حضنها قالت لها ازاي رضا يعمل فيك كده ليلة قالت لها ان هي اللي أصارت على جوازه مش هو تاني يوم الصبح جي رضا وعرفوا منهم المسر عروسة لما شاف ليلة خرجت من البيت قال لهم ان هو كمان ملوش مكان في البيت طول ما ليلة مش موجودة فيه قال لهم كمان اللي هي وعدته انها مش هتخرج من البيت أبدا لكن خلفت الوعد اللي بينهم دخل ليلة وقال لها اللي انت عايزيه حعمله لو عايزين اطلقها لو عايزين اكمل معاها بس لازم ترجع على البيت ليلة حولت لحجر رغم حبها الجزء شايف ان ما بقاش لها مكان في البيت ده أسبوع ورده نقل العروسة الجديدة من بيت ليلة البيت جديد وطول الوقت ما فقدش الأمل بيحاول يتصب ليلة ويقنحها ان هم يرجعوا لبعض تاني لكن ليلة طول الوقت كانت بترفض وبعد شهرين عرفت ليلة ان العروسة الجديدة حامل وبعد تسع شهور بالزبط جابت بنت كانت فرحة مامته كبيرة جدا لكن ما فادش وقت طويل والأم حزن التاني لما الزوجة الجديدة طلبت الطلاق قالت ان جوزها مش موجود معاها وانه هو ما بيحبهاش وكل مشاعره مع زوجته القديمة قالت لهم كمان ان الطفلة دي هتكون سبب في الجامع بينهم وفعلا اتطلقت وسبت لهم البنت وبعد فترة بسيطة اتجوزت والطفلة بقت مع مامة رضا مرت سنين ورضا في بيته وحيد رفض ان هو يتجوز تاني وطبعا ما طلقش ليلة اخذ بنته في العيد ودخل بيت ليلة زي اول مرة شافها فيها كان عنده امن ان الزيارة دي تحنن قلبها عليه وبعد كده تنسى الظلم اتعرضت لي ليلة كانت بتفرج عليه وهو داخل مع بنته قالت لما احكي حكايتنا للبنت لما تكبر يمكن تضحك بس طبعا هقول لها ان لولا اسرار جدتك يمكن ما كنتيش موجودة دلوقتي بيني انا ورضا اوقات كتير بنعيش مواقف ما بنكونش نتمنى ان انا نعيشها من اصعبها تأخر الحمل او عدم القدرة على الانجاب اختبار صعبة اكيد لحياتكم الزوجية المستقرة قدامكم قرار ان انتوا تكملوا وتعيشوا قدركم او تنفصلوا وكل واحد يعيش اختياره لكن الحقيقة الوحيدة ان هو اختياركم انتم ما تسمحوش لحد يتدخل فيه او يقصر على قراركم الجدة العامة او الخالة اللي عايزة تعيش انا نية لقبها على حساب زوجين ما اختروش فعلا يعيشوا من غير اطفال الام اللي شافت ان ابنها ملهوش زنب لكن لو كان ابنها المشكلة من عنده هو كنت في الوقت ده سمعت منها رأي تاني خالص زي هي حتكفر هي مش شايفة جزء بيحبها قدقي تعيش بقى وتستحمل وترضى بقدرها ما في كتير عايشين من غير اطفال الحياة ما انتهتش على كده موقف بيتغير 180 درجة لما تكون المشكلة من ابنها مش من حق حد يكون بوشين في نفس الوقت احترمك لما اعرف ان ده رأيك في جميع الاحوال سواء كان ابنك المشكلة من عنده او لا والحقيقة ان مش من حق اي حد يدخل في حياة زوجين ويقول رأيه طبعا وخاصة لو كان الرأي ده اناني مش عادل لازم نعرف ان اي حاجة بتحصل لنا ما بتعجبناش في حياتنا بتكون بتلاق اختبار صعب صحيح لكن في غيرنا عايشين الاصعب الحمد لله على كل شيء اللي ربنا اداله اطفال يقول الحمد لله والي ربنا ما ادلوش اطفال برضو يقول الحمد لله الحمد لله ان ربنا ادالنا عقل وخلانا عندنا انسانية منظلمش علشان حاجة مش في ايدينا نغيرها اربع اصدقاء ومعاهم عائلتهم زي كل سنة بيقدوا اجازتهم الصيفية مع بعض واحد من اربع اصدقاء هو احمد اللي انفصل عن زوجته الالمانية ولانه بقى وحيد زبيدة زوجة صديقه امير جابت له عروسة معاهم الرحلة علشان يتعرف عليها هي ايلي مدرسة بنتها في المدرسة امير ما كانش عاجبه لزبيدة زوجته عملته حتى انه من غير ما يعرف اتفاجئ بوجود البنت معاهم طبعا هاجم زوجته جدا لانه مش شايف اي سبب انها تتدخل بالشكل ده في حياة احمد صديقه لكن زبيدة بتحاول تهديه وتطلب منه يعدي الاجازة على خير بدون عصبية وتوتر ولما وصلوا على بيت السيدة اللي حتأجر لهم مكان اتفاجئ امير واصدقائه ان الفيلة اللي حجزوها بالتليفون ما يقدروش ياخدوها غير يوم واحد بس والمفاجأة التانية بالنسباله ان زوجته صديقه كانت تعرف ولما بيسألها ليه ما قلت ليش قالت له لو قلتلك ما كناش هنا دلوقتي وطبعا كان عليها انها ترتب مكان بديل للإقامة بقية الاجازة وعلشان تخلي السيدة تساعدها قالت لاني معاهم عرسان جداد هم احمد وايلي السيدة تعطفت معاهم بساوي العرسان واولادها اقترحوا ان هم يقضوا الفيلة المهجورة الموجودة على البحر طبعا زبيدة رحبت جدا علشان تحل المشكلة وتنقلوا كلهم للفيلة واللي كانت صعب جدا ان حد يقضي اجازة فيها ورغم كده الكل وافق السيدات الاربعة بدأ ينظفوا الفيلة والرجالة دخلوا الشنط احمد بدأ يعجب بالمعلمة ايلي وشايفها عروسة مميزة وهي كمان انجذبت لي طبعا كل الموجودين كانوا ملاحظين ان خطة زبيدة بدأت تنجح والكل كان شايف ان هم مناسبين لبعض جدا وبالليل السيدة اللي اجرت لهم السكن جابت لهم فرش كتير علشان العرسان كلهم كانوا بيتحكوا الا ايلي واللي ما كانتش فهمة هي ليه بتقول كده وبعد فترة سمعتهم وهما بيهذروا ما احمد عليها بعد ما شافوه بقى معجب بيها زبيدة كانت عاية تعرف رأيه فعلا قالها ان هي ممتازة وانه بدأ يعشقها واصحابه التلاتة كان رأيهم زيه شايفينها هادية وخجولة ومهزبة وطبعا جميلة زبيدة كانت سعيدة جدا لان ده رأيها هي كمان الاصدقاء قضوا اول ليلة مستمتعين جدا بوقتهم ما بين اللعب والضحك والصبح كانوا في منتهى السعادة مع بداية الرحلة الاطفال على البحر والرجالة الاربع بيلعبوا الكورة والسيدات جوه الفيلا بيجهزوا الاكل لكن في الوقت ده إلي كانت حزينة جدا ومتوترة قالت لزبيدة انها لازم تسافر دلوقتي علشان ترجع على بيت اهلها زبيدة رفضت وقالت لها انتي جيتي معانا وحترجعي معانا الزوكتين شغرة ونازي مش لقين سبب انها تكبرها انها تكمل الاجازة معاهم لو هي عايزة تروح طلبوا منها انها تسيبها برحتها لكن زبيدة النازي تاخد بالها من ولادها الاتنين وخاصة قراش لانه شقي وبيقرب من المياه بعد ما مشوا نازي ثابت الولاد ودخلت المطبخ وفضلت إلي معاهم لوحدها وهم بيلعبوا ما فاتش دقايق والبنتين الزغيرين بيصرخوا علشان حد يلحق قراش جري الاصدقاء الاربع على البحر مش فاهمين اللي بيحصل والطفل مش موجود اتفزع بابا ونزل يدور على ابنه جوه البحر ومش لقيه قدروا يوصلوا لي وطلعوهم المياه الطفل ما كانش بيتنفس والأب في حالة صدمة والكل متوتر لكن لما عملو له تنفس صناعي لحقوه وأنقذوا حياته أخدوا الأب ودخل بيه على البيت كان مستغرب جدا إزاي يسيبوا الأولاد من غير رقابة قدام البحر في اللحظة دي نازي قالت إن إلي كانت معاهم ولما بصت حواليها ودورت عليها مش لقياها طبعا شكت إنها ممكن تكون نزلت المياه علشان تنقذ الطفل بعد ما كانوا بدأوا يهدو لما أنقذوا الولد الزغير حصل فزع في المكان من جديد ورجع الرجالة نزلوا البحر علشان يلقوها في الوقت ده زبيدة وشهرة وصلوا وشهرة فهمت إن منها حصلوا حاجة ولما عرفوا إن الولد بخير وإلي هي اللي مش لقينها زبيدة وقفت ومش مصدقة نزلت على البحر علشان تدور عليها لكن من غير نتيجة وصلت الإسعاف والمنقذين دوروا عليها لمدة ساعة كاملة وبعد ما فقدوا الأمل بيجهزوا نفسهم علشان يمشوا وقالوا لهم إن البحر أكيد حيحدفها على الشاطئ كلهم وقفين مش مصدقين إنهم ما حيمشوا ويسبوها وإنها ممكن تكون لسه عايشة لكن طبعا المصعفين قالوا إنها مستحيل تكون لسه عايشة لغاية دلوقتي الشرطة طلبت منهم معلومات عنها والحقيقة إن مفيش أي حد يعرف عنها أي حاجة غير اسمها حتى زبيدة نفسها ما تعرفش اسمها بالكامل أمير جوزة مش مصدق إنها جابت معاهم واحدة ما تعرفش عنها أي حاجة طلبوا من نادي تدور في شنطتها ولما دخلت لقت الشنطة اختفت فهمت إنها ممكن تكون سافرت زي ما كانت عايزة طبعا فرحوا كلهم إنها لسه عايشة لكن زبيدة كانت مخبية الشنطة قالت لهم إنها خبتها علشان ما تسافرش اتحولت الرحلة لقلق وتوتر وأمير كان بيغلط زوجته على اللي عملته شايفها إنها سبب في كل اللي حصل ولما هاجمها زبيدة قالت له إنها جابتها علشان خطر أحمد الزوج زادت عصبيته جدا قال لها أنت ليه شايلة هم أحمد كده أنت زوجته ولا أخته ولا حتى أمه أحمد حاول يهديه قاله إن هو اللي طلب منها تجيب إيه لي معاهم لكن كلماته ما خلتوش يهدى ولا حاجة بالعكس زادت عصبيته قال له اشمعنا زبيدة اللي بتطلب منها كل حاجة بتتكلم مع زبيدة اللي فات بين الأصدقاء وكل واحد فيهم بدأ يفتعل مشكلة مع زوجته وكلهم بيتهموا بعض إن هم ما دايقوها بهزارهم وأكيد علشان كده مشت من غير ما تبلغهم وأغرب حاجة إن بيمان اتعصب على ابن قراش واللي شايفه إن هو السبب في اللي حصل علشان نزل البحر من غير ما يستأذن زوجته شهرة خلاص شايفة إن كل بيهاجب ابنها الطفل واللي ملهوش زنب حتى إنها طلبت من جوزها إن هي ترجع تاني على طهران هي وأولادها في الوقت ده أمير لقى تليفون المعلمة في شنط زوجته وقفها عايز يعرف تليفون المعلمة بيعمل إيه في شنطتها وهي علشان جوزها عصبي رفضت تتكلم فتعصب أكتر وضربها ورميها على الأرض كان متأكد إنها عارفة معلوماته مخبياها ولما كلموا آخر مكالمة عملتها إيلي عرفوا إنها كلمت أخوها وطلبوا منه ييجي على الشاطئ زبيدة اعترفت لأحمد إنه هو مش أخوها وإن المعلمة ما عندهاش أخوات أصلا قالت له إنه هو خطبها وإن ده السبب إنها خبت التليفون ما كانتش عايزة جوزها يعرف إنها عارفة إنها مخطوبة أحمد بيبصولها ومش مصدق إزاي عارفة إنها مرتبطة ومع ذلك تجيبها معاهم على الرحلة علشان يتعرف عليها لكن هي قالت له إنها ما بتحبش خطبها وكانت ناوية تنفصل عنه قالت له كمان والخبو عليه السبب الحقيقي إن هم جابوها معاهم كانوا خايفين من ردة فعله لكن هو عرف لما تكلم مع السيدة اللي أجرت لهم البيت واللي قالت له إنها زعلانة على المعلمة اللي ماتت في شهر عسلها وقفوا كلهم ومش عارفين يعملوا إيه مع خطبها لكن قرروا يقولوا الحقيقة ولما عرف علي رضا ضرب أحمد في وشه حاولوا يهدوه وخاصة إنهم عرفوا كلهم من نسبة ده كانت عارفة الحقيقة أمير دخل على زوجته قال لها إن خطبها عصبي جدا لدرجة إنه ضرب أحمد لما عرف الحقيقة ومن مصلحتك إن أنت ما تقوليش إن تجيبتيها على هنا وكنت عارفة إنها مخطوبة زبيدة رفضت في الأول على أساس إنها تظلم إيلي في شرفها وإن الكل حيتهمها إنها بريدت تتعرف على عريس جديد وهي مخطوبة لكن طبعا الكل أجمع إن ما فيش شرف لوحدة ميتة وإن واجبهم يحموا زبيدة من عصبية خطبها قالوا كمان إن المعلمة غلطت لما جات معاهم حتى لو ألحت عليها زبيدة علي رضا كان عايز يعرف إن إيلي فعلا كان بتدور على عريس وهو معاه ولا لأ شايف إنه هو ضيع من عمره ثلاث سنين وهي ما كانتش عايزاه زبيدة قالت لعلي رضا إن هي جات معاها من غير ما تعترض بالشكل ده هو شاف إن خطبته لوست اسمه وصمعته وطبعا طعا في شرفها في اللحظة دي جالهم تليفون من الشرطة بتبلخهم إنهم لقوا جثة بنتة على الشرط ولازم ييجوا علشان يتأكدوا إذا كانت هي ولا لأ راحوا الرجالة كلهم ومعاهم علي رضا ولما دخل عليها لقاها هي فعلا إيلي إيلي نزلت علشان تنقذ الطفل وما قدرش تنقذه وغرقت هي في الوقت اللي هما كانوا ملبخين بإنقاذ ابنهم الزغير محدش أخد باله إن هي كمان جوه البحر خطبها قرر يمشي حتى مش راضي يبلغ أهلها قال لهم إنتوا بلغوهم بعد ما تأكد إنه هو ما كانش ليه وجود في حياتها رجع وكل اللي باقي منها شنطة سفرها زبيدة حزنها إنها كذبت علشان تنقذ نفسها شايف إنها كانت السبب في تلويس شرف البنت وطبعا محملة نفسها زن بوجودها معاهم في الرحلة دي وجيه معاد رجوع العيلة من الرحلة وكلهم بيحاول يخرجوا العربية اللي غرزة جوه البحر البحر اللي أخد منهم فرحة أجازتهم كانت كويسة خبت وكذبت خفها من عصابية جزها اتسبب إنه هو شك في سلوكها هي نفسها مع صديقه واللي ملهوش أي أساس علشان كده أقرب الطرق وأنضفها هي الصدق الصدق هو جزر الشجرة السبتة والشجرة ممكن تغير أوراقها لكن مش ممكن أبدا تتخلى عن جزرها علشان كده لو فشلت في تحقيق التوازن في حياتك غيري أسلوبك بس أبدا اوعي تغيري مبادئك مبادئك وصدقك وأمانتك عمره ما حيضيعك أبدا ممكن يهز الأرض لفترة بسيطة لكن مش هيعمل زلزال قوي عكس الكدب اللي برضو بيهز الأرض لكن حيكون بعديه زلزال قوي ويمكن بركان ناري واللي أكيد حيكون السبب في هدم الحياة الزوجية بعد مطدع الثقة بينكم علشان كده خليكي صريحة وخلي الصراحة هي الطريق الوحيد اللي موجود بينكم واعرفي إن الصدق أمانة والكذب هو خيانة